تلال من القمامة والمخلفات تحت مزاعم حكومية بأن ذلك طمر صحي ولا يدري سكان النجف كيف يكون مثل هذا المشهد صحيا بالقرب من الحي الصناعي في النجف حولت السلطات تلك المنطقة إلى مكب كبير للنفايات دون مراعاة للأضرار التي ستصيب السكان والأمراض والأوبئة التي من الممكن أن تنتشر بين الناس بفعل الروائح الكريهة والحيوانات الضالة والحشرات التي تتجمع على المخلفات يعني الملارية والأشمانيات والحمايات النزفية السحنة اللي جاي نشوفها فنرجع إلى أنه نقول نقول نحن نريد عزل أو طمر للنفايات صحي بحيث مية سويلة في المخلفات أثر على الصحة العامة نحن اليوم اللي جاي نشوفها هذا ما جاي توفر ولا جاي يتحقق السلطات الحكومية في المحافظة تبدو بحسب المواطنين في واد آخر فالسياسيون منشغلون بصراعاتهم الحزبية والمسؤولون في النجف وفي العراق كله لا يوجدون إلا إبرام صفقات الفساد وتكديس الأموال في بنوك الخارج في المقابل فإن شكاوى المواطنين في النجف لا تتوقف وهم في ذلك مجبورون فانتشار الحشرات والروائح الكريهة والحيوانات الضالة أسهم في تفشي الأمراض في المنطقة المحيطة في مكب النفيات وبحسب مراقبين فإنه لا أمل في مسؤولين جاءوا إلى مقاعد السلطة عبر محاصصة طائفية ومكثوا في تلك المقاعد عبر صفقات فساد سياسية ومالية وإنما يبقى الأمل في الشعب العراقي وقدرته على تغيير المعادلة وإرساء قواعد جديدة لوطن عراقي جديد